اشتركوا في القناة الحمد لله تحسنت وحنرجع لكم بإذن الله وقوة وفي فيديو اليوم رايح نكمل لكم الجزء الأخير من أساسية الخياطة وقررت أباق تيدو جو جوي أنه محتوى فيديوهاتي راح يكون متنواع ونحبس حاليا وحط لكم السعالة للخياطة حتى يرجع تفاعل القناة لأنه مع الأسف ما قيتش تفاعل لي كنتم استنيتوا منكم وعلى بركة الله نبدايكم في الفيديو من بعد ما حطيت لكم الأجزاء اللي وليني ديت لكم فيهم طريقة والقياسات على القماش وورد لكم طريقة الفصالة وأنواع الرقبات اليوم رايحة نكمل لكم طريقة تفصيل لكم وعندنا طريقتين لإيجاد قيس القماش اللي لازم لتفصيل لكم طريقة الأولى وضع قياس تقريبي فقط على حساب اللي تاي ولخصمكم في الجدول مثلا نوضعه 45 سنتيم لقماش مفتوح بتكون عدنا لتاي 36 حتى لتخونتويت ونوضعه 50 سنتيم كي تكون عدنا لتاي من 40 حتى 42 55 سنتيم من 44 حتى 46 و60 سنتيم من 48 حتى 50 وباش نفصلكم واحد لازم يكون لقماش مطوي على اثنين وباش نفصلكم مين لقماش مطوي على اربعة والطريقة الثانية قياس دوران الزنداء ونقسمها على اثنين ونزيد وربعة سنتيم تلك الخياطة وفرض نقاين الناتجة 23 سنتيم هذا هو القيس اللي نوضعه لقماش مطوي على اثنين وإذا كان مفتوح نضربه 23 سنتيم في اثنين ونقاين 46 سنتيم تقريبا كما الجدول هداك اللي وريتولكم وقيس المعصام لازمنا في طريقتين لانه به نعرف وعرض لكم من الاسفل واللي هو دورة المعصام مقسومة على اثنين ونزيدو اثنين سنتيم تلك الخياطة وبالنسبة لطول الدراع وريتلكم كيفاش نخضوه في الجزء الاول اللي يكون تقريبا من ستين حتى للخمسة وستين سنتيم مع احتساب حق الخياطة وهنا راح نرى لكم كيفاش نوضع هدوك القياسات على القماش والقماش لازم يكون مطوي على اربعة باش نفصله كمين يعني دو منش اولا نوضع القياس اللازم من الاعلى ونبدأ من الجهة المغلقة مثلا 23 سنتيم نوضع طول الدراع من الجهة المغلقة ويكون حسب الرغبة يعني ممكن يكون حتى للمعصام الطول كامل او حتى للمرفق يعني دو مكاخ نروح للجهة المفتوحة من اعلى في نهاية 23 سنتيم نهبطه ب14 سنتيم ونعينه نقطة نرجع نفس النقطة لهبطنا منها ب14 سنتيم ونهبطه بخط مائل ب11.5 سنتيم الخط المائل هو تقريبا قطر المستطيل 14 سنتيم ونعينه نقطة خلاف ونوصله ما بين النقطة اللي عينناهم حتى اعلى الجهة المغلقة بشكل حرف اس نهبطوا الاسفل للكم من الجهة المغلقة ونحطوا عرض للمعصام تعنا ملاحظة هنا فقط كنقيسوا عرض للكم من الاسفل ديما ديروا شاريط القياس مرخوف ويتحرك في اليد بكل سهولة بش ما يجيكمش لكم ديق خصوصا في الاقمشة اللي ما تجبتش نوصلوا نقطة العرض مع نقطة 14 سنتيم ونديروا تقويسة صغيرة باش ما يجيناش المونش عريض بزاف ولا خليوا الخط المائل كي ما راه ونقصوا بالخياطة فقط ملاحظة هنا تاني اذا اردنا عمل الكشكشة لبلي نزيدوا في قيس القماش مثلا 23 سنتيم تصبح 27 سنتيم او اكتر حسب عدد الكشكشات الكشكشة هادوك اللي بلي ليجيو في اللي مونش من فوق عند الكتف وهنا حنديرلكم تطبيق على فصالة المونش ميقبل ما نبدأ حبيت نقلكم باللقماش اللي نفصلوا به اللي مونش هو اللقماش المتبقي من بعد ما فصلنا عادي لقندورة تعنا ولا الحجاب وفرضا هدا هي قطعة اللقماش قيسها 50 سنتيم وهي مفتوحة وكي نطيوها على زوج ولي 25 سنتيم حق كم واحد وباش نديرو كمين يعني دو مونش ونزيدو قطعة خلاف قدها باش اللقماش شعنا يولي مطوي على اربعة نوضع طول الدراع في الجهة المغلقة ونروح لأعلى الجهة المفتوحة ونهبط بربعة تاشم سنتيم ونعين نقطة ندخل بخط مائل ب 11 سنتيم من نفس النقطة اللي بدينا منها القيس كما قلت لكم تقريبا قطر المستطيل 14 سنتيم ونعين ونقطة خلاف نوصل ما بين النقطتين حتى الأعلى الجهة المغلقة بشكل حرف اس نهبط للأسفل من الجهة المغلقة ونحطوا عرض لكم ونوصلوا بين نقطة عرض لكم ونقطة 14 سنتيم منديرو هدك الانحينة نقص حرف الاس أولان وبعدها نقص الجنة تاع الموج ونقص عرض عرض لكم على الخط المائل ومن بعدها نقص العرض بالخياطة ولا نقص طول على الانحناء هدك وقبل ما فكوا الطوية على لمونج نعين المنتصف تحم بالمقص وهدهما لمونج سعنا كيفاش يخرجونه وهنا هنفري لكم النوع الثاني تالي مونج لهو كم المروحة نجيب قطعة من القماش مطوية على اربعة نروح للجهة المغلقة من الاسفل ونطلع با 14 سنتيم ونحط عرضها من الاسفل تاني حوالي 20 سنتيم للجهة المفتوحة ونرسم قوس ونقص الشكل اللي تحصلنا عليه نعين المنتصف قبل ما نفتح الطوية باش نركبهم في التابق يجيونا سهلين والمروحة تركب من الجهة الدائرية ماشي من الجهة هديك اللي يقدم لبقتي دوزين من الفيديو هي خياطة البنس والقماش يكون مطوية على اتنين الجهة الامامية فقط لانه في الظهر ان ندير خياطة الظهر ديجا ولي تهلكم في الفيديوهات السابقة ولي تحب تدير البنس في الظهر تاني تبع نفس طريقة الامام عدنا اربع انواع من البنس ونبدأوا بالبنس العادية من بعد ما فصلنا الجندورة وفصلنا الجهة الامامية عن الخلفية وفصلنا الرقبات كما درت لكم في الفيديوهات اللي قبل هيدا نجيبه الجهة الامامية ونهفطه من اعلى النقطة في الكتف 25 سنتيم ونعينه نقطة ومنها يبدأ البنس نزيدونا هبطه ب25 سنتيم خلاف وهو طول البنسة وندخلو من الجهة المغلقة ب10 سنتيم حتى ال12 سنتيم على كامل طول البنسة 10 سنتيم لضعيفة 11 متوسطة و12 سمينة ونعين البنسة من الجهة الاخرى باستعمال الدبابيس ترجمة نانسي قنقر حتى نخيطو البنسة نطويو لقماش مين حددناها بالضبط ونخيطو كما رسمت لكم بالقلم الأحمر ضيقة عند نهايات ووسعة شوية في الوسط وبالنسبة للنوع الثاني مالي بانس لعدي كوب خانساس كما نسميوها يشبه للأول يختلف الدائرة فقط ليتبدأ من حفظة الآبط ونهبطو من نقطة اخر الكتف من 13 سنتيم حتى ال15 سنتيم ونعينو نقطة ونوصلوها مع البنسة العادية لتبدأ من 25 سنتيم بشكل دائري البنسة هادي تتقصق بالما تخيط يعني ما نحتاجوش نعينوها من الجهتين لانو كنقصو اوتوماتيك ما رايحات تخرج في الجهة الاخرى وكنخيطوها نبدأ في الخياطة من الأسفل حتى للأعلى وريحين نقاو ديكالاج صغير في التابق نعدلوه بالمقاس فقط النوع الثالث لهو بنسة على مصة والصدر نستعمل هذا البنس كتكون قصة على مصة والخصر وتكون مائلة على الجوانب نطلعوها بهذا البنس نهبطو من آخر حردت للأيبط في 5 سنتيم ونحدو بنسة طولها 12 سنتيم في اتجاه الصدر نقطة 30 سنتيم ونعينو البنسة في الجهة الاخرى باستعمال الدبابيس والخياطة البنسة هذه تكون ديقة في البداية واسعة في النهاية وهنا قصيت البنسة على اساس خيطتها باش نوضح لكم الفرق يتكون عدنا قصة على مصة والخصر مائلة على الجنب من بعد ما نخيطوا البنسة النوع الأخير من البنسة هو البنسة على مصة والإبط ونستعملوا هذا البنسة للتقليل من المسافة مش مخيطة واسعة عند خياطة موش مراوح يعني باش نصغروا التابقي قعدنا كبير مثلا إذا كانت نهاية قم المروحة من رسمتها لكم نهبطوا من تحت منها ونحدوا بنسة في اتجاه الصدر طولها حوالي 8 سنتيم ونعينوها في الجهة الاخرى باستعمال الدبابيس وخياطتها نفس خياطة بنسة النوع الثالث يعني ديقة عند البداية واسعة عند النهاية وفي النهاية نزيدوا في وسعة على قد مكان التابق كبير وهنا تاني قصيتها لكم بالمقاصة على أساس خياطة لأنه منقدرش نخيط على الورق باش شوفوا الفرق في التابق كيف كان كبير وبعدها كيف هرجع صغير وهاك نكون وصلنا لآخر الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم وإلى الملتقى في فيديو آخر ان شاء الله شكرا